في قناة تتواصل أعمال التوريد والاستلام لمحصول القمحة وتبلغ مساحة الأراضي المنزرعة بالقمحة في قناة هذا الموسم 75,104 فددين في كل محافظات الجمهورية يتواصل موسم توريد القمح في ظل حوافز حكومية حازت على رضا جميع المزارعين ففي قناة انتظمت أعمال التوريد والاستلام ضمن خطة المحافظة لاستقبال أكبر كمية من محصول القمح حيث يتوافر أربع صوامع معدنية بالإضافة إلى تسع شوان بإجمالي ساعة تخزينية تصل إلى 232,800 طن صومعت الترامسة بمركز قناة ذات الإسنتي عشرة خلية تتميز بغرفة للتحكم الآلي والتشغيل إضافة لمعمل لمتابعة أعمال فرز القمح وتصنيف درجات النقاوة له كما تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لضمان الحفاظ على سلامة القمح وقودته أثناء فترة التخزين بالصوامع والشوان لحين صرفه إلى المطاحن وهناك لجنة المشكلة من الجهات المختصة تعمل على تسريع آلية سداد المستحقات المالية للمزارعين والموردين فضيت أورد القمح بتاعي والحمد لله المحصول السلاد وافر جدا جدا وكفي تسهيلات من الدولة ومن الصوامع ومن كل العاملين به ونشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على التسهيلات وعلى المبادرة اللي هي الزوالة لنسلها للطن مساحة الأرض المنزرعة بالقمح في محافظة قناة هذا الموسم بلغت 75 ألفا ومئة وأربعة فدادين ومن المتوقع أن تحقق إنتاجية تصل إلى مليون وثلاثمائة واثنين وخمسين إردبا